اليوم أيضا الحكومة المصرية قررت طلب أو سحب السفير المصري من قطر للتشاور بعد الاستفتاء على الدستور اللي يكون طبعا في الخارج من يوم 8 ليوم 12 مصدر في وزارة الخارجية المصرية قال بأن استدعاء السفير في الدوحة للتشاور وزير الخارجية نبيل فامي كلف السفير محمد مورس سفير مصر في قطر بنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى الحكومة القطرية تعكس الاستياء الشديد والرفض الكامل لمضمون بيان وزارة الخارجية القطرية الأخير بشأن الأوضاع السياسية في مصر كذلك التأكيد أن البيان القطري مرفوض شكلا وموضوعا وبيمثل تدخل مرفوض في الشأن الداخلي المصري كما شددت الرسالة أن القاهرة لن تسمح لأي دولة بتدخل في الشأن الداخلي المصري حتى ولو كانت دولة عربية وأن شروع أي دولة في التدخل في الشأن المصري بجعلها تتحمل مسئولية ما سيترتب على ذلك من تبعات إذن ربما يكون في خلال أيام قليلة يعني في غضون من أسبوع لعشرة أيام على الأكثر سيعود سفرنا في الدوحة سفرنا في قطر سفير محمد مرسي لأتشاور بشأن التدخل القطري المستمر والمدان من قبل الحكومة ووزارة الخارجية المصرية هذا التدخل المستمر في الشأن الداخلي